أهلا بحضراتكم مرة تانية الحياة أنه من أول يوم ويمكن كمان من أول ساعة الوزراء الجدود بدأوا في مراحل العمل وبسرعة جدا بدأ الفريق الوزاري لكل حقيبة وزارية في تجميع أوراقه وبدأت الاجتماعات عشان نحط أول سطر في خطة الوزارة اللي منتظر منها الكتير جدا الحقيقة في ظل هذا الوقت يعني على سبيل مثال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان النهاردة الصبح تفقد الموقف التنفيذي لوحدات المبادر الرئاسية سكن لكل المصريين لمرقفضي ومتوسطي الدخل في العاشر من رمضان كمان الوزير أحمد كوجك وزير المالية الجديد عمل النهاردة اجتماع أيضا موسع في الوزارة بحضور قيادات الوزارة بمختلف قطعاتها ومصالحها بحضور ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية شريف الكلاني نائب الوزير للضرائب وقال أن الوزارة بتستهدف خل مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة القادمة أما الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أيضا بدأ اجتماعاته لكن من مبارح الحقيقة وأكد أن الفترة اللي جاية هي تم البناء على ما سبق خلال الفترة اللي فاتت لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة وفق معايير جديدة الحقيقة ونبص كده على منظومة العمل والتحديات الموجودة أمام هذه الحقيبة الوزرية والمطلوب منها من قبل المواطنين هل هي كلها دائرة متصلة ببعض يعني الحقيقة أنه السكن والإسكان هو حق من الحقوق الأساسية للمواطن وطبعا السكن اللائق يعزز الانتماء ويشعر المواطن أنه عنده موطق لقدمه وسهم في أرض بلده وكان للدولة الحقيقة مساهمات كتير جدا في هذا المجال لا يمكن إنكرها كمان العمل هو حق وواجب على المواطن وليس هناك عمل دون وسيرة انتقال مريحة توفر جهده ووقته وكمان تدخل مجهوده كله للعمل طيب تعالوا نبص للصناعة الصناعة كمان هي اختيار وجودي الحقيقة ومتصل بكافة الأنشطة الأخرى إن كانت الزراعية السياحية لأن كمان السياحة في حد داتها هي صناعة ومسؤولة عن التصدير في جانب مهم منها وتوفير العملة الصعبة طيب نلقي نظرة على وزارة المالية طبعا نأمل في رفع معدل التنمية وسد عجز الموازنة وإثراء خزينة الدولة أيضا وضع راحة المواطن في الاعتبار ويعني زي ما كنا بنكلم مع حضرتك وهي دائرة متصلة كلها ببعض في وقت دقيق والحقيقة أن الحقيبة الوزرية بدأت عملها بالفعل نحن نهارده نهارده نكلم في يوم الجمعة بدأت بالفعل عملها وكان الاجتماع أمس تبعنا رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والنهارده شفنا الوزراء بالفعل تحركوا على أرض الواقع